أهلا أعزائي مرة أخرى شهادة الأنبياء للمسيح يسوع مثل ما شفنا الآية على الشاشة مكتوب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به أي يؤمن بيسوع المسيح له غفران ينال باسمه غفران الخطايا مكتوب أيضا في سفر أعمال الرسل إصحاح 4 والآية 12 لأن ليس لأحد ليس طبعا بيتكلم عن خلاص المسيح ليس خلاص إلا بيسوع المسيح فإذن هذا الخلاص وهذا الطريق اللي فقط بيسوع المسيح وهون مكتوب له يشهد جميع الأنبياء من أول التاريخ حتى مجيء يسوع المسيح الكاتب إلى العبرانيين بجمع هذه الآيات أو كل رسالة الكتاب المقدس باختصار شديد في آيتين أو ثلاثة آيات يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم العبرانيين الإصحاح الأول من الآية الأولى حتى آية أربعة نشوف أن الله هو إله ناطق حي بروحه ويتكلم بكلمة الكلمة يسوع المسيح وهذا الإعلان أحبائي عبر كل التاريخ أنه الله كان بيعلن كان بيتكلم كان بيكشف كان بيتواصل مع الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة في أنبياء اللي كتبوا الوحي في أنبياء الوحي الشفهي اللي كانوا بيتكلموه والله استخدمهم أنبياء مثل مثل إليا وأليشع وهكذا مثلا إبراهيم أبو الأنبياء وإلى آخره فإذا بيستخدم الأنبياء حتى كلهم جميع بوسائل وطرق متنوعة ومتعددة حتى وصلنا إلى الكلمة المتجسد في ابنه أي المسيح يسوع كلمة الله الذي جاء في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ترجمة نانسي قنقر